اعزائي المشاهدين اهلا بكم على القناة الالكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك في اطار الحوارات التي نخصصها لقطاع النقل الطرقي والسلامة الطرقية يسعدنا ان نقدم لكم مركز الوطني للتجارب والتصديق ولتقريبكم من هذا المركز ومن الدور الذي يلعبه يسعدني ان استضيف السيد كريم اديب مدير المركز الوطني للتجارب والتصديق اهلا بك سيد اديب شكرا سيدة خديجة وكنشكركم على الاستضافة مرحبا بك اولا سيد اديب قتم لنا نبدأ عن هذا المركز والدور الذي يلعبه اذا المركز الوطني اختباراته والتصديق هو قسم تابع لمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية وكيتميز بالميزة ديالو هو انه مستقل ماليا منذ 2009 المهام ديالو كترتكز خصوصا حول المراقبة التقنية يعني التنسيق وكذلك مراقبة الشبكات بالاضافة الى مركز الفحص التقني ثم المصادقة ايضا على العربات وعلى المركبات بالاضافة الى دراسة البرامج التي تمكن من الاقتصاد في الطاقة بالنسبة للنقل البري وهدفنا طبيعة الحال هو التوفر على مركبات امنة واقل تلويتا والعمل ديالنا كيستدعي يتتبع دورة حياة المركبات منذ التصنيع والاستيراد الى غاية تهالك المركبة واعادة تدويرها مرورا طبيعة الحال بالمصادقة ثم المراقبة التقنية اذا وما هي اخر الاحصاءات المسعلقة بالفحص التقنية الذي تقومون به اذا قطاع المراقبة التقنية كتضمن ربعا ديال الشبكات وكل شبكة كتضم تحت لوائها مراكز الفحص التقني اليوم دينات 391 مركز فحص التقني مشغل او في طور الانشاء بحيث عندنا 87 مركز التقني في طور الانشاء وكل شبكة كتتوفر على الاقل على 30 مركز وعلى 75 خط للمراقبة التقنية الدور ديال الشبكات هو توفير المنظومة المعلوماتية للمراكز وكذلك تكوين الموارد البشرية من الفحص التقنيين ورؤساء المراكز كان هناك تكوين مستمر بالنسبة للفحص التقنيين كان 72 ساعة سنويا وبالنسبة للرؤساء المراكز كان 32 ساعة سنويا وكذلك وضع منظومة ومساطر الجودة وتتبعها بالاضافة الى الافتحاص السنوي بحيث انه سنويا كل شبكة ستتحاصل المراكز التابعة لها في حين انه مسؤولية مراكز الفحص التقني هي كتجلة في توظيف يعني الأساء المراكز وكذلك العوان الفاحصين بأخذ بين اعتبار طبيعة الحال مدونة تشغيل ولا مدونة الشغل بالاضافة الى قيام بالمراقبة التقنية استنادا الى القانون مدونة السير وكذلك استنادا الى المراسيم وكذلك القرارات المتعلقة بالمراقبة التقنية نعم وأكيد ان خلال عملية الافتحاص التي تقومون بها تجدون مجموعة من الاختلالات داخل هذه المراكز كيف تقوم هذه العملية كيف تكون على ذكر الاختلالات يجب بطبيعة الحال نتكلم على الافتحاصات منذ 2012 الى غاية 2015 قمنا ب 1730 افتحاص للشبكات وكذلك للمراكز المراقبة التقنية هذه العملية الافتحاص ضعفناها خلال السنتين الاخرتين يعني في 2014 و2015 بحيث اننا نجزنا 1229 عملية افتحاص مقابل 501 عملية افتحاص 2012 و2013 وهذه الافتحاصات بطبيعة الحال ممكنتنا اننا نوقف على خروقات فاهم الخروقات كان اختلالات اما اختلالات في المعدات يعني ديال المراقبة التقنية كالتعيير كالصيانة ديالها الى اخيره وكان كذلك اختلالات في النظام معلوماتي وكذلك اختلالات في انجاز عملية المراقبة التقنية بالنسبة للفاحص التقني ثم كذلك هناك اختلالات او افتهيئة المحلات المراقبة التقنية وأحياناً كان نوجده بأنه كان تجوزات في الحصص لأنه هناك حصة يجيب على المراكز الفحص السيقنية أنهم يحترموها بالنسبة للسيارات كان مخصوم شي تعدوا 20 سيارات في اليوم وبالنسبة للشاحنات مخصوم شي تعدوا 13 شاحنة وبطبيعة الحال حتى التوقيت يعني التوقيت الفحص لكل مركبة فهي مضبوطة مخصوم شي نزلوا على ذاك التوقيت فمثلاً السيارات كان 20 دقيقة ف20 دقيقة على الأقل وكذلك بالنسبة للشاحنات كان 35 دقيقة وعند تسجيل هذه الخروقات ما هي الإجراءات التي تقومون بها؟ فعند تسجيل هذه الخروقات كان هناك عقوبات فهناك نوعين من العقوبات كان العقوبات الجزرية ذي الإدارة وكان العقوبات جنائية على حسب العقوبة فمنذ 2012 إلى غاية 2015 أهم العقوبات التي تمخذت عن هذه الإفتحاصات كانت تمثل في 53 قرار للسحب مؤقت لرخصة عوان الفاحص من هات 32 قرار تم سحبه في 2015 كذلك السحب نهائي لرخص عوان الفاحصين بالإضافة إلى إغلاق مؤقت ديال 79 مركز مركز فاحص السقني ومن هدف هذا السعودة السبين كان 54 مركز تم إغلاقه مؤقتا في 2014-2015 كما تم توجيه كذلك إنذارات توجيه 94 إنذار للشبكات منها 57 إنذار في 2014-2015 بالإضافة إلى قرار السحب الجزئي المؤقت لرخصة فتح والاستغلال شبكة كانت في 2014 وتم توقيف 25 مركز وفي 2015 ولأول مرة تم إصدار قرار السحب نهائي لرخصة فتح والاستغلال شبكة مراكز المراقبة التقنية هذا يعني يعتمد على حجم الخروقات التي تقوم بهذه المراكز العقوبات؟ بطبيعة الحال فنحنا كانت نطبقه مدونة السير وكان عدة مواد تتحدث على المراقبة التقنية وعلى العقوبات وكذلك كانت دفتر تحملات بحيث أنه الشبكات وكذلك مراكز الفحص التقنية يمتتلون القوانين المنظمة للقطع من كل قوانين يعني القانون المدونة السير وكذلك دفتر تحملات بالنسبة للشبكة كانت دفتر تحملات للشبكة وكذلك دفتر تحملات اللي كانت ضمنه للقطع وهل تتوفر على الموارد البشرية الكافية لإجراء هذه العملية افتحاص؟ فالمركز الوطني لإجراء اختبار وتصديق ما كيتوفرش على يعني الأعوان اللي ممكننا أننا نغطيوا المغرب كله وكنتاجوا المكاتب مختصة في هذا الميدان والحمد لله حتى الجودة دي الافتحاصات يعني كان نحرص عليها بحيث أنه في اليوم عندما نقوم بالافتحاص نتوصل بطريقة آنية يعني بالخروقات خصوصا الخروقات الخاطرة وكننا نخذ الإجراءات اللازمة أنا داك نعم نمر الآن سيد أديب إلى نقطة أخرى متعلقة بقرار منع استيراد السيارات التي تفوق خمس سنوات تحدثوا لنا عن هذا المرسوم وعن يعني مميزاته وإيجابياته على اقتصاد الوطني وعلى السلامة الطرقية بالمغرب فبالفعل هذا المرسوم هذا كان عنده واحد الواقع إيجابي على السيارات وعلى سلامة السيارات وكذلك عن انبعات الملويتة للجو فهذا المرسوم ترجح في مدونة السير وتطبق يعني كتطبيق لمدونة السير هو مرسوم 421 جوج عشرة خصوصا المادة 1996 بحيث أنه أرشفنا في 1990 كان تحرير وخفة الرسوم الجمركية ولاحظنا أنه داك ارتفاع ملحوظ في عدد السيارات المستوردة لكن مع تطبيق هذا المرسوم منذ يناير 2011 تم منع السيرات للسيارات القديمة التي تتجاوز 5 سنوات مما أدى إلى انخفاض عدد السيارات المستوردة بشكل ملفت أي أكثر من 50% مررنا من 57 ألف سيارة في 2010 إلى حوالي 20 ألف سيارة في 2015 مما أدى إلى تقليص كذلك عملية الإنبيعاتات الملويتة وكذلك إنبيعاتات تاني أكسيد الكربون بحيث أنه من خلال دراسة قام بها المركز الوطني إيجاء اختباط وتصديق بينات أنه تم تقليص إنبيعاتات تاني أكسيد الكربون في الفترة المنتدة بين 2011 و2013 مقارنة مع الفترة بين 2006 و2010 بواحد المقدار مليارات الأطنان إذا له وقع إيجابي على البيئة وكذلك على الاقتصاد وعلى السلامة وكذلك بطبيعة الحال سيدة خديجة فهذا الوقع هذا كانت شجلوا أنه عنده وقع على البيئة وكذلك على سلامة المواطنين بحيث أن هذه المركبات التي هي أقل من 5 سنوات كانت توفر على تجهيزات ديال السلامة مقارنة مع المركبات القادمة إلا أنه كان هناك واحدة استثناءات فمشيقة هذه المركبات كلها كنستثناءات بخصوصاً بالنسبة للمركبات المغاربة المغاربة المقنينة بالخارج والمحالون على التقاعد أنهم عندهم الحق يستولوا السيارات إلى حدود 10 سنوات ولكن تكون أقل من 9 مقاعد وكذلك بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات كانت تعطيت واحد ثلاث سنوات هي محددة في 7 سنوات ولكن ابتداء من أكتوبر 2016 يعني هذه السنة إن شاء الله سنجعله إلى 5 سنوات إذن ثلاث سنوات هي فترة انتقالية فقط قبل نعم هي فترة انتقالية ونشاء الله في أكتوبر سنجعله إلى 5 سنوات وكذلك المركبات المجهزة للأشخاص والإحتجاجات الخاصة نوكية محددة في 10 سنوات نعم نمر الآن إلى نقطة أخراتهم شريحة كبيرة من المواطنين المغاربة وهي نقطة ترقيم الدرجة النارية تحدثوا لنا عن هذه الإجراءات فوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك جاءت بمجتجات قانونية كثير من خلالها تنظيم وتأهيل وكذلك ضبط هذه القطاع هذه الدرجة النارية ببلادنا بحيث أنه سيد الوزير سيد الوزير منتدى بلدى وزير تجهيز والنقل سيد نجيب محمد بوليف أعطى الانطلاق هذه لهذا الورش الوطني وأقول الورش وطني يوم 20 ماي 2015 أي منذ سنة قريبا ويهم بالضبط الدرجات التي حجم الأسطنى ديالها أقل أو تعادل 50 سنتيمتر مكعب علما أن الدرجات التي تفوق 50 سنتيمتر مكعب فهي خاضعة قبل 20 ماي الإجراءات الإدارية وذلك منذ دخول مدونة السير للحيث تنفيذ إذن ابتداء من 20 ماي 2015 بدنا بالمركبات الجديدة بكل أصناف ديالها جميع الأصناف وكذلك المركبات الرباعية للعجلات القديمة ثم بعد ذلك في فاتح يوليوز 2015 جاءت دور ديال للمركبات توليتيات العجلات للحجم الأسطنى ديالها أقل من 50 سنتيمتر كيب وليه مستعملة وكما قلت هذا ورش وطني وعنده علاقة كبيرة بالسلامة الطرقية وبأرواح المواطنين والإحصاءات الرسمية كنت أتأكد هذا المعطى هذا بحيث أنه كنا نسب مهويلة ديال قتلى ومصابين بجروح بلغة من فئة مستعمل الدراجات وهذا المستعمل الدراجات ستصنفه من مستعمل الطريق عديم الحماية والنسب فهناك بالنسبة للقتلى نسبة للقتلى من فئة مستعمل الدراجات داخل المجال الحضاري بلغة 40% ونسبة المصابين بجروح البلغة دائما من هذه الفئة ديال الدراجات في المدنة المغربية بلغة 48% بالإضافة إلى نسبة عالية كذلك خارج المدار الحضاري بحيث أنه تشجل نسبة القتلى حوالي 20% ونسبة المصابين بجروح بلغة حوالي 26% فيمكننا نقوله بأنه هذا المشروع وهذا الورش الوطني عنده أهداف ما بين أهداف كما قلت هو يعني تحسين مؤشرات السلامة الطرقية وكين هدف آخر هناك بعض المواطنين اللي كيقوموا بسرقة بواسطة هذه الدراجات النارية والدراجات اللي هي غير مرقمة كيستحل أننا نضبطوها أو لن مجهولة الهوية مجهولة الهوية إذن هذا المشروع هذا وهذا الورش سيحد من هذا النوع من السرقات وكين كذلك بعد الدراجات اللي هي غير مرقمة كاتمشي كتدير واحد المآسي بحالة أنه كتستضم مواطنين أبرياء اللي كي يقدروا يلقوا الحدس ديالهم ويلودوا بالفرار لأنها لأن الدراجة غير مرقمة إذن هذا الترقيم هذا عنده واحد ضرور كبير في هذا المجال وكذلك ما بين الأهداف الأخرى وهناك نتوجه للناس اللي كي يقومون باستيراد هذه المركبات نعم فهناك بعض المستوردين وأقول بعض المستوردين اللي كي قوموا بيعني بواحد سو ديالغاسون يعني أنهم كي سولوا مركبات أو دراجات أكتر من 50 سنتيمتر مكعب وكي بيعوا على أساس أنه أقل من 50 سنتيمتر مكعب وهذا كيفتح واحد المجال للأطفال والقاصرين أنهم يمتطعوا هذه الدراجة وكنشوفوا الآفات وكنشوفوا المآسي اللي كتوقع إذن سيد أدي بكلمة أخيرة مواجهة المواطنين في هذا الأيطار فكانت طلب من جميع المواطنين أنهم يتوجهوا الأقرب مركز فحص سيقني باش أنهم يسويوا الوضعات دراجات ديالهم وذلك حفاظا لهم يعني حفاظا سلامة لهم وسلامة المركبة ديالهم إذن سيد أدي بهذه الرسالة نختم هذا اللقاء شكرا لك وشكرا على كل هذه التوضيحات شكرا لكم سيدة خديجة وشكرا على المبادرة مرحبا بك أعزائي المشاهدين شكرا على متابعتكم وإلى حلقة مقبلة بحول الله شكرا على المشاهدين